بسم الله الرحمن الرحيم موضوع النهاردة هو disorders or diseases of nervous diseases of nervous بتشمل حاجتين degenerative diseases و neuplastic diseases degenerative diseases المقصود بها هو peripheral neuropathy وأحياناً بيقولوا عليه neuritis بس الترم الأصح اللي هو نقول peripheral neuropathy يعني اعتلال أو خلل في الأعصاب peripheral neuropathy بيتقسم بطريقتين الطريقة الأولية نحن نقسمه على حسب initial site of injury يعني اي جزء من الجسم بتاع الخالية العصبية هو اللي افكتد وبناء عليه احنا ممكن نقسمه الى neuronopathy يعني البضي بتاع الخالية العصبية او الجسم بتاع الخالية هو اللي افكتد او myelin nobathy يعني myelin cheese هو اللي افكتد او axonopathy يعني الاكسم بتاع الخالية العصبية هو اللي افكتد الطريقة التانية اللي بنقسم بيها النيروبathy ان احنا قسمه according to the distribution والنumber of affected nervous بمعنى كام نيرف افكتد عندي وتوزعتهم ايه في الجسم هل هم متمثلين ولا مش متمثلين وبناء عليه according للdistribution والنumber احنا عندنا ثلاث انواع من النيروباثي مونو نيروباثي ومونو طبعا يعني واحد ومونو نيروباثي مالتبليكسي يعني اكتر من واحد والبولي نيروباثي يعني مالتبول او كتير ده بالنسبة للنيروباثي الموضوع التاني هو موضوع نيرفشيز تيومرز واحنا عندنا التيومرز لما بتطلع من النيرفز بتطلع من الاغلفة بتاعت النيرفز او النيرفشيز والنيرفشيز تيومرز بتتقسم زي باي تيومرز البنين ومالجنانت البنين عندنا اتنين واحد اسمه خوان نوما يعني طالع من خوانسل وبيسموه اسم تاني بيسموه نيوري الموما على أساس ان خوانسلز بتطلع والمايلين شيز والمايلين شيز ده الاسم التاني بتاع اللي هو ايه نيوري لماشيز يبقى اول البنين تيومرز بيطلع من نيرفشيز اللي هو خوان نوما تاني تيومر حاجة اسمها نيورو فيبروم المالجنانت بتاعهم هما الاتنين اسمه مالجنانت بريفرال نيرف الشيس تيومور يعني مالجنانت تيومور طالع من الغلاف بتاع البريفرال نيرف طيب هناخد فكرة سريعة عن إيه عن الستراكشر بتاع النيرف هو نيرف أصلاً بيتكونوا إيه النيرف على بعضه كده بنسميه نيرف ترانك يعني حزمة كبيرة والترانك ده بيحتوي من جوة على حزم أصغر بنسميهم إيه بنسميهم نيرف بندلس الوحدة بقى اللي بتدخل في تركيب النيرف بندلس دي أو الفنكشنال يونت بتاعة النيرف بندل هي النيرف فايبر والنيرف فايبر ده هو أصلاً عبارة عن إيه هو عبارة عن الأكسون يعني البروسيس الطويل اللي طالع من النيورون أو الخلية العصبية البروسيس الطويل ده بيبدأ يبقى سراوندد أو بيحيط بيه خلايا اسمها الشوانسلز وخلية الشوانسل بتطلع غلاف دهني اسمه مايلينشيز المايلينشيز ده وظيفته أنه هو بيعمل عملية كوندكشن للنيرف إيمبالس يعني بيساعد على انتقال الإيمبالس في النيرف المايلينشيز ما بيكونش متصل بمعنى أنه بيكون متقسم إلى فقرات وبينها حتة فاضية الحتة الفاضية دي بنسميها نودزو فرانفير والفقرات دي نفسها بنسميها انتر نودل سيجمينز النيرف بيبقى محاط بمجموعة من الكوننكتف تيشو ليرز أو طبقات من الكوننكتف تيشو علشان تغلفه وتكون الاسترومة بتاعته الطبقات بتاعت الكوننكتف تيشو دي عبارة عن إيه؟ تلت طبقات من جوة لبرة كده بيبقى فيه طبقة اسمها اندو نيوريوم وبعدين طبقة اسمها بيري نيوريوم وبعدين برة خالص بيبقى فيه طبقة اسمها إي بي نيوريوم التلت طبقات دوله عبارة عن كوننكتف تيشو وبيحتوي على فيبرو بلاست وخلينا فاكرين ان احنا عندنا فيبرو بلاست في النيرف عشان هنعرف دلوقتي واخنا بنتكلم على التيومورز ان فيه تيومور بيطلع من الفايبرو بلاست الحاجة التانية أو الوظيفة التانية أو أهمية الاسترومة التانية مش بس ان هي تجمع لي النيرف وتخليه باندلز وترونك لان هي كمان بتجيب البلد سابلاي بتاع النيرف فالنيرف بيبقى سابلايت بفيسلز كده موجودة في الاسترومة بتاعته الفيسلز دي بيبقى اسمها ايه؟ بيسموها فازا نيرفونة فازا يعني بلد فيسلز ونيرفونة يعني سابلاينج ذا نيرف طيب لو جينا بقى نشوف الدسوردرز بتاعت النيرف أول حاجة عندنا البريفرال نيروباثي وزي ما قلنا في ناس بتسميه نيورايتس بس الأصح ان احنا نسميه نيروباثي ليه؟ نيروباثي زي قلنا يعني خلل أو اعتلال في النيرف وده برضه هو الديفنيشن بتاعه لما نيجي نعرف النيروباثي بنقول ان هو يعني هو حالة بيحصل فيها زي تفكك أو تكسير في التركيب بتاع النيرف مش شرط بقى الحالة دي يبقى معاها انفلاميشن في النيرف يبقى لو سألني النيروباثي هو مايلي ايه؟ هو مايلي ديجنريشن مش مايلي انفلاميشن النيروباثي ممكن يأفكت سنسوري نيرف ممكن يأفكت موتور نيرف ممكن يأفكت الاوتونوميك نيرف وزي ما قلنا احنا بنقسمه الكلاسيفيكيشن بتاعه بطريقتين على حسب المكان اللي بدأ فيه الانجري فاحنا عندنا نيرونوباثي يعني المشكلة الاساسية بدأت فيه جسم الخلية العصبية عندنا مايلي نوباثي يعني المشكلة الاساسية او عملية التكسير دي بدأت في المايلين شيز او اكسونوباثي يعني عملية التكسير دي بدأت فين في الاكسون بتاع النيرف عايزين بقى نعرف اكزامبل على كل واحدة فيه بالنسبة للنيورونوباثي اللي هو قلنا إنه عملية peripheral neuropathy أو injury affecting mainly the neurons اللي هي body بتاع nervous cell في الexamples عليها حاكتين واللي اتنين عبارة عن viral infections اللي هم polyomyelitis والherbes duster polyomyelitis اللي هو شلل الأطفال وال polyomyelitis ده بيعمل damage لل motor neurons الموجودة في anterior horn بتاع spinal cord يعني هو بيأفكت ال anterior horn cells اللي هم أصلا motor neurons وموجودين فيهن في الجزء الأمامي من spinal cord وبالتالي بيعمل paralysis في الجسم mainly في lower limb الexample الثاني على neuronopathy virus اسمه herpes zuster أو condition اسمه herpes zuster condition اللي اسمه herpes zuster ده بيسموه بالعربي الحزام الناري الحزام الناري ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن infection بvirus اسمه varicella zuster virus بس الانفكشن دي latent بمعنى ايه؟ بمعنى ان الvaricella zuster virus ده بيجي في سن صغير الاطفال بيعمل لهم حاجة اسمها الجوديري او ال chicken box وبعد كده الجوديري او ال chicken box ده الفيروس بيروح يفضل latent او يفضل نايم في الدورسل روت جانجيليا بتاعت ال spinal cord في ال neurones بتاعتها ومن وقت للتاني بيبدأ يطلع على ال skin يرجع مرة تانية ويظهر طفح جلدي على ال skin والطفح الجلدي ده بيبقى very painful وعشان كده بيسموه الحزام الناري احنا عندنا مثالين على ال neuronopathy البوليو ميلاتيس والهرب الزوستر والاثنين viral infections وبيأفكت ال neurones البوليو بيأفكت ال anterior horn ال motor cells الموجودة في ال anterior horn بتاع ال spinal cord والهرب الزوستر بيأفكت ال neurones الموجودة في الدورسل روت جانجيليا بتاعت ال spinal cord برضه النوع التاني myelonopathy يعني ايه كلمة myelonopathy جاية من myelin فالmyelonopathy هو نوع من انواع ال neurobathy بيحصل فيه دم الجلي المايلينشيز او دم الجلي الشوانسل واحنا عارفين ان المايلينشيز ده هو المسؤول عن انه يعمل conduction او يصرع ال conduction بتاع nerve impulse فبالتالي هيحصل stop الجلي conduction of nerve impulse المايلونopathy ممكن في بعض الاحيان يسموه demylination على اساس ايه؟ على اساس انه العملية المايلينشن هي عملية تكوين المايلينشيز فالdemylination يبقى عملية تكسير او damage او injury للمايلينشيز المثال الاساسي على المايلينوباسي حاجة اسمها جيليام باري سندروم الجيليام باري سندروم ده عبارة عن ايه؟ الجيليام باري سندروم ده عبارة عن autoimmune disorder حاجة بتحصل فيه الimmune system بعد بعض viral infections او bacterial infections او vaccination يعني الشخص بياخد viral infection او bacterial infection او vaccination حتى بعدها بيبدأ يحصل له ايه؟ انه الimmune system بياتاك المايلينشيز وبيعمل له destruction الaffection من اللي بييجي في الموتور nervous يعني بيبدأ يحصل weakness او flacid paralysis في المسلز بتاعة الجسم والcondition علشان كده بيعتبر life threatening لانه ممكن يعمل paralysis في المسلز المسئولة عن respiration ثالث نوع من النيوروباثي وهو الاكسونوباثي ومن اسمه يبقى هنا injury ascent affecting the axons بتاعة النيرفز احيانا برضو بيسموه ايه؟ بيسموه valerian degeneration الاكسونوباثي بقى الامثال عليه ايه؟ اغلب الاسباب اللي هنقولها وحنا بنتكلم على المونيوروباثي والمونيوروباثي multi-plex والبوليوروباثي اغلب الاسباب دي بتكون المشكلة فين؟ في الاكسون او اكسونوباثي طب هنبدأ نتكلم بقى على الحاجة التانية دي او التقسيمة التانية according to the distribution and number of affected nerves البريفرال النيوروباثي بيتقسم زي ما قلنا لمونو ومونيوروباثي multi-plex وبوليوروباثي المونيوروباثي تعريفه ايه؟ من اسمه مونو يعني واحد والنيوروباثي يعني degeneration of nerves فاحنا هنا عندنا المونيوروباثي is a degeneration or neuropathy affecting a single or one nerve من الاسباب بتاعة the infection of one nerve ممكن تكون حاجات traumatic وحاجات ischemic وممكن يكون التعرض ل cold طائرات الهواء cold draft او التعرض لبعض viral infections فاحنا عندنا كم اكزامبل كده محددين ممكن نحفظهم بالنسبة للترومة بتاعة النرف ممكن النرفي يحصل له trauma penetrating injury يعني نرفي يتقطع والنرف ممكن يتقطع مثلا لو الواحد اتضرب بقى لحد ده او اثناء مثلا عملية جراحية تاني حاجة ان النرف يحصل له traction يحصل عليه شاد بمعنى انه ممكن النرف مثلا في حالة زي prolapsed intervertebral disc اللي هي حالة الانزلاق الغضروفي الانزلاق الغضروفي اللي بيحصل انه الغضريف الموجودة in between الvertebary الجزء الدخلي بتاعها اللي هو اسمه ايه؟ اسمه nucleus palposis ده بيبدأ يطلع لبرة ويبدأ يعمل stretch او يشد على النرفز اللي خرجه من ال spinal cord فبالتالي بيحصل لها traction نتيجة وجود prolapsed intervertebral disc وبالتالي ممكن يحصل فيها mononeuropeasy الاجزامبل التالت الكمبريشن انه ممكن النرف يبدأ يتكون تيومر جنبه او يتكون abscess جنبه ويضغط عليه فنتيجة الكمبريشن يحصل له mononeuropeasy تاني اجزامبل او تاني سبب للمونoneuropeasy ischemic انه blood supply اللي رايح للنرف يبدأ يقل وده نتيجة ناروينج اللي بتصبلاي النرف اللي هي الفاظا نيرفونم فبالفاظا نيرفونم دي ايه اللي ممكن يضيقها ممكن تديق نتيجة وجود inflammation او vasculitis زي مرض كده بيحصل اسمه polyarthritis نودوزة ده نوع من انواع التهاب الاوعية الدموية الحاجة التانية ممكن يحصل ناروينج للنرف دي نتيجة deposition of abnormal proteins اللي هو ايه الاميلو دوز يبقى الاسكيميك بتشمل الفاسكوليتس زي polyarthritis نودوزة والاسكيميك ناروينج اللي بيحصل مع الاميلو دوز تالت حاجة الاكسبوجر تقول the draft of viral infection ان الواحد يتعرض في نيرف واحد بس اللي هو مونو لطيار هوا او يتعرض لحاجة viral infection انه في منطقة قريبة منه فمن امثلة المونو نيروباسي حاجة اسمها بيلز بولسي بيلز بولسي ده عبارة عن ايه وعبارة عن paralysis للفاشيال نيرف على ناحية واحدة من الوش طب بتحصل ازاي دي او ايه الريسك بتاعها الاكسبوجر تقول during driving a car يعني ممكن واحد يبقى سايق مثلا وفتح الشباك جنبه فيبدأ طيار الهواء يخبط في المنطقة دي فيعمل اديمة وبالتالي يحصل inflammation واسكيميا في الفاشيال نيرف ويحصل له ايه يحصل له مونو نيروباسي ممكن برضو يحصل احيانا مع بعض الفيرل انفكشنز زي لو افكتنج المنطقة المحيطة بالفاشيال نيرف فبردو هيبدأ يحصل في النيرف اديمة وانفلاميشن واسكيميا يبقى الامثلة المشهورة كده على المونو نيروباسي اللي هو بيأفكت سينجل نيرف البرولابس بتاع الانترفرتبرل ديسك الاسكيميا بتاعت النيرف والبيلز بولسي اللي هو باراليسس لالفاشيال نيرف على ناحية واحدة من الوش طيب النوع التاني اللي هو المونو نيروباسي مالتيبليكس وبعد احيان بيسموه مونو نيرايتس مالتيبليكس وعندهم حق لانه السبب الاساسي بتاعه بيكون انفلاماتري بيكون فاسكولايتس طيب ايه المهم في المونو نيروباسي مالتيبليكس الديفنيشان بتاعه مهم جدا 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 يعني ايه كلمة مونو نيروباسي مالتيبليكس انا عارف ان المونو نيروباسي لوحدها يعني افكشن اف سنجل نيرف لكن المونو نيروباسي مالتيبليكس مش سنجل نيرف المونو نيروباسي مالتيبليكس تعريفه انه هو افكشن اف مور ذان وان نيرف او اتليست تو نيرفز مور مور than one أكتر من واحد أو at least two nervous affected وإن الأفكشن بتاعهم ده يبقى asymmetric يعني إيه asymmetric يعني غير متماثل بمعنى إن أنا في المونون نيروباثي نيرف واحد affected يبقى ده مونون وفي البولي نيروباثي نيرف كتير affected ومتماثلين يعني اللي عن ناحية دي أفكتت عن ناحية دي والحتة اللي أفكتت هنا قد الحتة اللي أفكتت هنا أما في المونون نيروباثي مالتبليكس ما عنديش قاعدة بمعنى إنه الأفكشن asymmetric يعني ممكن في ناحية lower limb في ناحية تانية upper limb إن الأفكشن أكتر من نيرف مش واحد ده at least two أو more than one nerve القاعدة التالتة أو الحاجة التالتة اللي ممكن أذكرها إن الأفكشن at separate points of time يعني إيه at separate points of time يعني مش شرط إن عملية الأفكشن دي تحصل في نفس الوقت يعني ممكن one nerve يبدأ يحصل فيه نيروباثي يلي another nerve يبقى مش مع بعض يبقى الشروط بتاعة المونونيوروباثي مالتبليكس إنه هو نيوروباثي أو نيورايتس بتحصل بشكل asymmetric غير متماثل في أكتر من one nerve يعني على الأقل two nerves أو more وإن الأفكشن دي يكون random بشكل عشوائي وإنه هو مش شرط يكون في نفس الوقت يعني ممكن يحصل at separate points of time زي ما قلنا السبب الأساسي بتاعه vasculitis ومن أشهر أسباب الفاسكولايتس اللي بتعمل مونيوروباثي مالتبليكس affecting multiple nerves يعني بولي يعني كتير أو متعدد يبقى asymmetric نيوروباثي affecting multiple nerves يعني إيه asymmetric يعني بيأفكت ال nerves على الناحيتين بشكل متماسل لو ناحية دي 10 سنطي بقى ناحية دي 10 سنطي ناحية دي 5 سنطي بقى ناحية دي 5 سنطي وإنه هو لو أفكت الأور لنب هنا يبقى lower هنا upper هنا يبقى upper هنا في حاجة كمان بيقولوها إنه هو الأفكشن بيبقى at the same time يعني إيه؟ يعني بيبدأ الأفكشن على الناحيتين في نفس الوقت يبقى symmetric affection في multiple nerves at the same time الحاجة التانية اللي ممكن نقولها إنه هو length dependent بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو بيأفكت عادة النيرفز الطويلة زي النيرفز اللي رايحة lower limb أو upper limb ثالث حاجة إنه هو بيبقى distal affection بمعنى إنه هو لما بيأفكت النيرف بيبدأ فيه نهايات النيرف من تحته وبعد كده يبدأ يطلع على إيه؟ على فوق لأسباب بتاعته نحفظها إزاي؟ أول حاجة هنقسمهم المجموعات إحنا عندنا nutritional يبقى شبهها كده الميتابوليك وشبهها toxins والdrugs يبقى ناخد المجموعة دي nutritional زي ايه؟ vitamin B deficiency لما واحد يحصل له بولي نيروباثي يقول له ياخد حقا vitamin B ومن أشهر أنواع vitamin B deficiency اللي بتعمل بولي نيروباثي deficiency للvitamin B1 اللي هو الثيامين وبيعمل مرض اسمه بيري بيري والdeficiency بتاع الvitamin B3 اللي هو ناياسيل وبعمل مرض البلاجرا البري بيري بيبقى فيه بولي نيروباثي وaffection للهورت والبلاجرا بيبقى فيه درماطايتس يعني inflammation في الاسكن ومعاها ضائرية وaffection ليه كمان central nervous system ده من نسبة للنيوتريشنال بالنسبة بالميتابوليك بنقول أنه الديابيتس مليتس is the most common cause of peripheral neurobathy يبقى أهم الميتابوليك disorder يعمل بولي نيروباثي وأهم سبب للبولي نيروباثي هو الديابيتس مليتس طب خدنا النيوتريشنال والميتابوليك ناخد معهم التوكسنز والدراجز زي ايه الدراجز من أهمهم دراجز اسمه ايزونايزايد ده مضاد ضحاوي بيستخدموه في علاج التوبركلوزز والتوكسنز بقى من أمثلتها الالكوحوليز الليد اللي هو الرصاص والأرزينيك اللي هو الخرصين والأرجان والفوسفرس كومباوندز اللي هي البيستيسايدز أو المواد اللي بيستخدموها في رش المبيدات الزراعية أو رش الحشرات الزراعية طيب ده بالنسبة للمجموعة الأولينية اللي هي قلنا نيوتريشنال وميتابوليك وتوكسنز ودراكس المجموعة التانية شبه بعضها برضو اللي هي هما مين انفكشن وكوتو اميون ديزيز بعض الانفكشنز زي مين زي الدفتريا اللي هي بتيجي في الزور وزي الطيفويد بولي نيوروباثي وإحنا في حاجتين قلناهم قبل كده اللي هما البوليومايلايتس والهربززوستر برضو دي انفكشنز بتعمل بولي نيوروباثي وبتأثر مينلي على الانيورو بالنسبة للأوتو اميون أي اوتو اميون ديز أوردر ممكن يحصل معاه بولي نيوروباثي من أمثلة كده الروماطويد أرثريتس اللي هو التهاب المفاصل الروماتيزمي عشان بيحصل معاه باسكولايتس يبقى فيه اسكيميا للنيرفز ومن أمثلتها برضو الاوتو اميون ديز أوردر زيليان باري سندروم اللي هو حطناه في الأمثلة بتاعة الايه المايلين وبس يبيعمل ديجنريشن في المايلين ومشكلة في الكندكش بيبقى الانفكشنز والاوتو اميون قلناهم دول يعتبروا ايه مع بعضهم كده مجموعة آخر مجموعتين الكانسرز ان بعض السرطانات بتعمل أعراض جانبية جنب الكنسر اسمها بارانيوبلاستيك سندروم ويبقى احيانا مش عارفين نفسرها ومن ضمن الأعراض اللي بتحصل مع الكنسرز البارانيوبلاستيك سندروم او البولينيروباسي ومن أشهر السرطانات اللي بتعمل البولينيروباسي سرطان الرئاء اللي هو البرونكوجينيك كارسينومة آخر حاجة ان بعض أنواع البولينيروباسي ممكن تحصل بشكل وراسي بتبقى هيريديتري بالذات لو كان معها ايه أمايلودوزيس هيريديتري برضو ده بالنسبة للايه النييروباسي الموضوع التاني اللي هنتكلم عنه في التيومرز هو النيرفيشيستيومرز او التيومرز اللي بتيجي في أغلفة الأعصاب وإحنا قلنا عندنا اتنين بناين اللي هما الشوانومة او نيوريلمومة والتانية اللي هي نيوروفيبروم وعندنا واحد بس ماليجننت اللي هو الماليجننت بريفرال نيرفيشيستيومر الشوانومة والنيوريلمومة في بعض المعلومات عايزين نعرفها عنه كل واحدة فيهم كمقارنة كده الشوانومة بناين تيومر يعني أحيان بيعتبروه جريد وان والنيوروفيبرومة برضو بناين تيومر بس الشوانومة اكستريملي رير نخلي بلا من المعلومة الأولانية دي انها اكستريملي رير ماليجننت ترانسفورميشن يعني نادر جدا ما الشوانومة اللي هي بناين تيومر تقلب وتتحول الى ماليجننت بريفرال نيرفيشيستيومر طيب المعلومة التانية الأوريجن الشوانومة بتطلع منين بتطلع من خلية الشوانسل اللي هي قلنا بتعمل الغلاف اللي بيغطي الاكسنز بتاعة النيرف بقى دي المعلومة التانية هي مكونة من نوع واحد بس من الخلايا اللي هي نيرف سواء سباينول نيرف او كرينيال نيرف يعني بريفرة نيرف او كرينيال نيرف ومن أشهر الكرينيال نيرف ال� applies هو الكرينيال نيرف رقم 8 اللي هو بنسميه الفيستيبيولور نيرف بتاع السمع والشوانومة اللي بتطلع فيه الفيستيبيولور نيرف بيسموها اكستيك نيرومة ودي المعلومة التالتة اللي انا محتاجة عرفها يبقى اول حاجة قلنا ان هي بناين ويرير إنها تقلب الملجنانت التاني حاجة إنها طلع من نوع واحد من الخلايا اللي هي الشوانسل تالت حاجة إنها ممكن تحصل في سباينل وكرينيال نيرف ومن الكرينيال نيرفز اللي أفكتت أشهرهم الكرينيال نيرف رقم 8 والشوانومة اللي بتطلع فيه لها اسم كده لوحدها بيسموها أكوستيك نيرومة وبتطلع فين؟ بتطلع هنا هون من الفيستيبيولر نيرف عند البيز بتاعة السكال قريبة جدا من الانر اير في الزاوية دي الزاوية دي بيسموها سيريبيلوبونتين أنجل فبتبقى موجودة قريبة من السيريبيلوم أو من البرينيستيم وموجودة برضو قريبة من الير طيب شكل التيومر بيبقى عامل زي جروسلي ومايكروسكوبيكلي جروسلي التيومر بيكون كابسوليتد وبيكون طالع يعني النيرف ماشي عادي أهو والشوانومة بتطلع على جنب واحد من النيرف يبقى كابسوليتد تيومر جامد شوية بيبقى طالع على مستوى الميكروسكوب ايه اللي بيميزه هو مكون من نوع واحد من الخلايا زي ما قلنا اللي هي خلية الشوانسيل خلية الشوانسيل دي خلية بتكون شابد سيل ولاها رود شابد نيوكلياي نيوكلياي بتاعتها طويلة التيومر بيتميز بأنه بيبقى فيه حتة هايبر سيلولر يعني حتة كسافة الخلايا فيها كبيرة الحتة اللي فيها الكسافة كبيرة دي بيسموها أنتوني ايه وحتة كسافة الخلايا فيها خفيفة وبيسموها أنتوني بي مش بس حكاية كسافة خلايا امال ايه ترتيبة الخلايا نفسها ان احنا عندنا حتة بيبقى فيها نيوكلياي بتاعت الخلايا مترصصة جنب بعضها وحتة فاضياء السيتوبلازم مترصص جنب بعضه فالحتة اللي فيها الخلايا نيوكلياي بتاعتها مترصصة جنب بعضها كده بيقولوا عليها نيوكليار باليسيدنج باليسيدنج جاية من ايه عارفيني الباليسيدنج اللي بتبقى زي كسر كده فبيسموها نيوكليار باليسيدنج أنه نيوكلياي مترصصة أو مترتبة جنب بعضها والحتة الفاضية اللي مفيش فيها نيوكلياي بيسموها فيروكاي بودزي يبقى التركيب بتاع الشوانو معبرة عن ايه إن هي كابسوليت التيومر ثيرم جري وايت بيبقى طالع الحاجة التانية إن هي مكونة على مستوى المايكروسكوب من نوع واحد من الخلايا اللي هي السبندل شوانسل ونيوكلياي بتاعتها بتبقى root shaped حتة فيها خلايا كتير هايبر سيلولر بيسموها أنتوني ايه حتة فيها الخلايا خفيفة بيسموها أنتوني بي والحتة اللي فيها الخلايا مترصصة جنب بعضها نيوكلياي مترصصة كده جنب بعضها بيقولوا عليها نيوكليار بالي سيدين والحتة اللي فيها السيتو بلازم هو اللي موجود جنب بعضه بيسموها فيروكاي بودز طب نيجي بقى البناين تيومر التاني وهو النيورو فيبرومة من اسمها نيورو فيبرومة يعني ايه يعني أنا عندي 2 cell types نوعين من الخلايا النيورو فيبرومة بناين تيومر برضو زي الشوانو مع بس الفرق بقى التاني انه هي بتبقى الماليجنانت ترانسفورميشن فيها مرقما بمعنى انه هي اسهل او نسبة عالية منها بتتحول الى ماليجنانت اللي هو البريفرال نيرفشيز تيومة الحاجة التانية زي ما قلنا نيورو فيبرومة يبقى هي مكونة من نوعين من الخلايا الوريجن بتاعها حاجتين الشوانسل اللي بتدينا الشوانومة او نيورو لومومة ومعها كمان الفايبروبلاستس اللي هي موجودة في الكوننكتف تيشو بتاع الانيرفشيز تاني فرق يبقى ده الفرق التاني تالت فرق ان هي نون كابسوليتد ما بيبقاش عليها كابسول من برا وبتبقى برضو فرمو جري هويت بس بتبقى صفت شوية عن الشوانوم رابع فرق انها بتباس ثرو يعني النيرف معدي ثرو الماس احنا قلنا في الشوانومة اللي بتبقى ماشية والنيرف بيبقى معدي على جنبه والشوانومة جنبه لكن في النيوروفايبرومة الرليتد نيرف النيرف نفسه بيبقى ماشي في وسط الماس يعني احنا شايفين كده هي بتبقى فيوزي فورم عاملة زي المغزال كده والنيرف معدي في وسطها يبقى نون كابسوليتد والنيرف باسنج ثرو الماس على مستوى المايكروسكوب زي ما قلنا عندنا نوعين من الخلايا السبيندل سيلز النوع الاولاني هي الشوانسل والسبيندل سيل النوع التاني هي خلية الفايبرو بلاست وطالما انا عندي فيبرو بلاست يبقى طبيعي ان انا قلائف وسط التيومور كولاجين باندلز ان انا قلائف حزم من الكولاجين يعني عندي الخلايا الصغيرة دي هي السبيندل سيلز وعندي إيه بندلز من الكولاجين لكن ما عنديش بقى عملية إنه بقى فيه باليسيدين وما عنديش إنه يبقى فيه فيروكايبودس كل الموجود عندي سبندلسلز من نوعين شوانسلز وفايبربلس ومعاهم ويفي بندلز من الكولاجين يعني كولاجين بندلز ماشية كده إيه متعرجة ودخين من أمثلة النيوروفايبروما أو من الكونديشن اللي بيحصل فيها نيوروفايبروما مرضه راسي اسمه Neurofibromatosis Syndrome Type 1 Neurofibromatosis Syndrome Type 1 ده بيحصل فيه Neurofibromas كتير بيبقى Multiple Affecting AL Skin بيبقى فيه Neurofibromas اخر حاجة بالنسبة للنيرفز هو المالجنانت تيومر اللي بيطلع من النيرفز وهو المالجنانت Preferal Nervous Sheet Tumor وهو برضه بيبقى مالجنانت Spindled Cell Tumor ممكن يطلع لوحده دونوفو او سبرادك من غير ما يبقى فيه قبله اي Benign Tumor وممكن يطلع من ال Benign Tumors Especially بيطلع من ال Neurofibroma اكتر من الشوانومة وبيطلع اكتر للمرضه اللي عندهم Neurofibroma بسبب Neurofibromatosis Type 1 Syndrome وزي ما قلنا مالجنانت تيومر طبعا هيبقى فيه Features بتاعت المالجنانت تيومر زي نكروزيس وهيمرج وانفلتريشن وحجمه كبير وهيبقى مكون من Spindled Cells وطبعا فيها Criteria Of Malignancy باحنا خدنا كده كفي النيرف ايه اتكلمنا على Neurobacy بانواعه المختلفة وتكلمنا على Benign وال Malignant Tumors Of Nerves بكده خلصنا الكلام عن نيرف ونشاء الله نتكلم على الهيد انجرز Thank you